اشتركوا في القناة ما تزال تداعيات تدخل حزب الله في سوريا إلى جانب نظام الأسد عام 2012 تأخذ منحاً تخبطياً نتيجة سياسته العسكرية خارج بلاده ولكن مشاركته تشكل جزءاً من الدوافع الإيرانية لهذه المشاركة يشاع أن ميليشيا حزب الله في سوريا تعيد تموضعها في المناطق التي تسيطر عليها خصوصاً في الجنوب السوري نظراً إلى نقطتين أساسيتين أولهما إرساء الاستقرار والعمل على البدء بالتنقيب وسط مشروع أمريكي واضح وثانيهما البحث في المسارات السياسية والعسكرية لحزب الله وهذه لا بد لها أن تتزامن مع المفاوضات الإقليمية والدولية وهذه المفاوضات سيكون لها وقع لبناني وآخر سوري في ظل التفاهم على إعادة التموضع العسكري والذي لا يتعلق بانسحاب كاملاً من الجنوب السوري كما كان الوضع سابقاً وهذا يتقاطع مع ما تسعى وتطالب به إسرائيل بانسحاب إيران وحلفائها إلى عمق ثمانين كيلومتراً ومن بين الملفات التي يتم التفاوض عليها هو انسحاب حزب الله من بعض المناطق السورية ووفقاً لمصادر إسرائيلية وتقديرات استراتيجية فإن تل أبيب تنظر ببالغ الخطورة لتعاظم قوة طهران وقدرتها على مهاجمة إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى من سوريا فهل تنجح روسيا في مساعيها لكبح جماح حزب الله وإعادة تموضعه بطريقة تحقق أهدافها والفتح نقاش في محور حلقتنا الثاني يسعدون أن يكون معنا من بيروت دكتور خالد العزي أستاذ العلاقات الدولية ويسعدون أن نرحب مجدداً بلواء فايز الدواري المحلل العسكري من عمان أرحب بكم وأبدأ معك لواء فايز إذن هذا التموضع الجديد لحزب الله في سوريا هل هو تكتيك عسكري روتيني أم إنه يخضع لتوازنات سياسية وضغوطات على نظام الأسد من قبل روسيا وأيضاً الدول الإقليمية من أجل تخفيف نفوز حزب الله في سوريا لا هو يعود لكل الأمرين يعني هو إجراء إعادة التموضع في بعض الحالات هناك ضربات إسرائيلية توجه أصبحت نقاط تواجد حزب الله والمليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني موجودة المتتبع لسيناريو الغارات الإسرائيلية يلاحظ ذلك حتى بأن وصلت الأمور بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في بعض الحالات أن يرتدي الزي العسكري للجيش السوري ويتواجد ضمن في أجزاء محددة كما في الكسوة ضمن موقع أحد الألوية السورية الجيش للحزب الله ينتشر من نقاط قريبة من خط وقف إطلاق النار من تلول الحمر ومدينة البعث ومرورا حتى الطريق الدولي عمان دمشق وإلى شرق الطريق الدولي وإلى أطراف الشمالية للسويداء وكذلك ينتشر في منطقة المرتفعات الشرقية وفي منطقة القصير وتلكلخ ويمتد إلى سهل الغاب ويمتد إلى حماو ويمتد إلى جنوب حلب إذن هو منتشر في مناطق كثيرة جدا والمتتبع لسير المعارك التي شارك فيها حزب الله يستطيع أن يحدد أماكن تواجده الآن بدأ يتلقى ضربات إذن لا بد في حال الآن اكتشاف مواقعه وتحديدها ووقوع خانسار وقبل فترة أصيب أفراد وقبلها قتل ناس من الحرس الثوري والآن التناغم كبير جدا بين حزب الله والحرس الثوري لا بد من إعادة الانتشار وإعادة التموضع هذا يأتي في السياق التكتيكي الآن في السياق الاستراتيجي هناك مفاوضات قد تبدأ غدا وقد تتعثر والأمريكيين لوحوا أكثر من مرة خاصة في الأيام الأخيرة لويد أوستن وزير الدفاع تحدث صراحة أنه لن يكون الأفق مفتوح إلى ما لا نهاية ولا يمكن السماح لإيران أن تصل إلى حافة إنتاج القنبلة النووية أي ليس إنتاجها إلى حافة الإنتاج أن تصل في التخصيب إلى أكثر من 93% هي الآن وصلت إلى 60% لديها 20 كيلوغرام وبالتالي إذا فشلت المفاوضات أمريكا هددت بمضاعفة العقوبات وقد تفضي يقابل ذلك بينت صراحة صراحة لست معنيا باتفاقات لا تخدم الأمن القومي إذن هناك تخوف من ضربة إسرائيلية أو أمريكية أو مشتركة إسرائيلية أمريكية هذا ماذا يعني؟ يعني على حزب الله أن يلملم أوراقه قد تكون كلمة حسن نصر الله عندما تحدث بعد أحداث بيروت بأن هناك مئة ألف مقاتل هذا أعتقد كلام انفعالي وأعدام حزب الله الميدانية دكتور خالد اليوم تابعات هذه الحالة يعادة الانتشار لحزب الله في مناطق في سوريا كيف سوف تنعكس على الأرض برأيك؟ يعني ما سخير لا إلك ولا ضيفك حضرة العميد ولا الفريق العامل والمشاهدين الكرام بالطبع هناك شيء من الضبابية بين التأكيد وبين النفي ولكن من المؤكد بأن هناك عملية تموضع نتيجة الاتفاق الروسي الذي فرض على الإيرانيين بعملية الانسحاب من قاعدة تيفور وبالتالي هم أعادوا تموضعهم في قاعدة الشعيرات وقاعدة الشعيرات هي المنطقة الممتدة من القلامون حتى حمص وبالتالي تصل مناطق العاصمة وصولا إلى الجنوب هنا المشكلة بأن الحزب تلقى ضربات كثيرة وربما التموضع له سببين تخفيف التواجد العسكري في سوريا نتيجة هدوء الجبهات العسكرية وبالتالي العودة إلى لبنان نتيجة الخضات الأخيرة التي تلقاها الحزب وفتح جبهات داخلية قد تعصف بتحركاته من ناحية تانية هناك نقطة مهمة بأن الحزب يستلم توجهات القتال في مأرب وربما العديد من القياديين تم إرسالهم للمشاركة وللإشراف على العمل العسكري في مأرب هذا من الناحية العسكرية أما من الناحية المالية هناك نفقات كبيرة وحالة اقتصادية سيئة وبالتالي تفرض على الحزب التخفيف من العبء الذي يمارسه لأن نعرف الوضع الإيراني ليس بجيد وهناك إمكانيات مالية ليست كما كانت بالسابق هذه العناويت تفرض على الحزب إعادة التموضع إذا كان الحزب فعليا هو يخفف من نقاط لا تفيده ولكن في المقابل اليوم إسرائيل كشفت على نقطة كثيرة مهمة بأن اللواء التسعين يتغلغل به أفراد وقيادات الحزب المنتشرين في القنيطرة وبالتالي هم عادوا كحزب أو كمجموعات ميليشياوية ورجعوا بإعادة تقمص دور أنهم في داخل الجيش السوري وهذا ما أشار إليه العميد وحددت إسرائيل بأن ضابط الارتباط هو النقيب بشار حسين المولود في حمص والذي يعطي اهتمام كبير للتنصيق مع أفراد هذا الحزب وهذه المعلومات التي ربما تحاول أن تؤكدها مناطق الهرمل وبعلبك بأن عودة المقاتلين ليست للاستراحة وإنما أطال وقتها وهذا يعني بأن هناك تكتيكات جديدة يستخدمها الحزب وأعتقد هذه التكتيكات لها علاقة بنقطتين الحالة الإيرانية والضغط الإيراني وبالتالي نحن لا نرى بأن الحزب هو جيش ينتشر في سوريا هو له العديد من المناطق التي تشرف على قواعد مهمة في المدن الكبرى السورية ولكن كل انتشار الحزب معروف وموجود في مناطق القلمون والقصير القريبة لحاضنته الداخلية من ناحية الثانية أن الحزب يعاني من أزمة اقتصادية في لبنان والجبهة اللبنانية باتت مفتوحة على مصرعها من الداخل أو من الخارج الذي يهدد بنت بضربات قد تطال هذه الأسام وخاصة أننا شاهدنا منذ شهر كان هناك اتفاق روسي إسرائيلي كما يبدو بفتح الأجواء الإسرائيلية سوف أنقل هذه النقطة لللواء فايز انتفاق روسي إسرائيلي لواء فايز برأيك هل هذا هو أساس إعادة التموضع لحزب الله مثلا الضغط الروسي على إيران وعلى نظام الأسد من أجل لجم حزب الله سيما بعد زيارة بينتي إلى موسكوية في هذا الموضوع قد يكون أحد الأسباب ليس هو السبب الرئيسي أعتقد أنه الآن الحزب الحزب يعني أتفك مع كثير مما تحدث به ضيفك من كلام مهني الآن الحرب تقريبا في سوريا لا وضع مختلف عن ما كانت عليه بـ 2013 و14 و15 وحتى ما بعد التدخل الروسي الآن الأمور محصورة في نقاط محددة في إدلب وهناك تراشق بنيران المدفعية ولا يوجد قتال بري لأن لا روسيا ترغب في ذلك ولا تركيا ترغب كذلك بقية المناطق هناك تلويحا قبل أيام حديث تركيا عن المنطقة الشرقية إذن الحزب بعيد عن هذه الأمور والأمور التي دفعت لي توظيف الحزب تقريبا تم تقليصة الآن علينا أن نعود إلى اجتماعات رؤساء مجالس الأمن الوطني والقومي الأمريكي الإسرائيلي اللاروسي وعندما تحدثوا ثلاثتهم بنفس اللسان أنهم جميعا قلقون وحرصون على تأمين الأمن القومي الإسرائيلي يضاف إلى ذلك المطالبات الإسرائيلية والتي أفضت إلى رقم ثمانين كيلومتر كما أشار التقرير في البداية كانت حشرة كيلومتر أربعين كيلومتر ثمانين كيلومتر المطالبة الأردنية ستة وثلاثين كيلومتر هذه الأمور تحدث نوع من الضغوطات ما يواجهه الآن لبنان من مأزق اقتصادي من مأزق سياسي من مأزق أمني من مقاطعة خليجية كل هذه الظروف تجبر حزب الله على إعادة ترتيب أوراقه وأولوياته وتبقى بيضة القبان ماذا يخبئ المستقبل هل هناك احتمالية توجيه ضربة لإيران وإذا ما حصلت هل حزب الله سيكون جزء من الرد الإيراني إذا كان ذلك فبالتالي على حزب الله أن يعيد ترتيب أوراقه ويعيد تموضعه ويعيد انتشاره إلى مناطق تمكنه من لعب الدور المستقبل المرسوم له وبالتالي أنا أجد أن التغير في الموقف الجيوستراتيجي العام والجيو السياسي العام فيما يتعلق بإيران هو الذي سيفرض على حزب الله أن يعيد تموضعه بما يخدم الرؤية الإيرانية المستقبلية أشكرك كثيرا لوافع الدور المحلع عسكري كنت معنا من عمان وأشكرك أيضا دكتور خالد العزي أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من بيض مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم اشتركوا في القناة